اشتركوا في القناة الباكر نحو سوحل الوسطى والغربية التلوش ستتسقط أيضا خلال صبيحة نحو المرتفعات الغربية تحسن تدريجي في حالة التقس نحو المناطق الغربية لكن المناطق الشرقية ستزداد بها الأمطار ابتداء من الظهيرة مع تساقط أيضا للتلوش على القممة التي يفق علوها ألف متر شمال الصحراء ستشهد أجواء مغاشات تلتحق بعض الأمطار نحو منطقة السورة ابتداء من الظهيرة تبقى أجواء مغاشات بدون فعالية على أقصى الجنوب لغاية مرتفعة الهوغار والتسلي مع نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية الحرارة خلال ليلة اليوم ستقرب درجة واحدة تحت السفر فقط بالبيت تلت درجات بباتنر بارد درجات بقسنطينة درجتين بسعيدة وتيارت سبعة إلى تماني درجات بالسواحل باردة أيضا بشمال الصحراء مقيس من بين خمسة إلى تسع درجات أربعة عشر درجة منتظرة بصحراء الوسطى ثمانية عشر ببرج مجي مختار ثلاثة عشر بإليزي والتمن راس وترتفع إلى تسعة عشر بأقصى الجنوب فيما يخص الحرارة القسوى خلال ظاهرة الغد تكون باردة بالمرتفعة الوسطى والغربية سبعة درجات بالجلفة والبيت ثماني درجات بسعيدة خمسة عشر إلى سبعة عشر درجة نحو سواحل ثمانية عشر درجة بمنطقة الواحة والصورى واحد وعشرون درجة بشمال الصحراء سبعة وعشرون درجة بالصحراء الوسطى خمسة وعشرون درجة بمرتفعة الهوغار تسعة وعشرون درجة بمرتفعة التاسيلي ومرتفعة بأقصى الجنوب مقايز من بين واحد وثلاثين إلى خمسة وثلاثين درجة مئوية البحر سيكون مضطرب نحو سواحل الغربية كثير الاتراب نحو سواحل الوسطى والشرقية رياح قوية نسبيا على العموم تتنا غربية جنوبية غربية تضر إلى شمالية غربية نحو سواحل الوسطى ترجمة نانسي قنقر